طاقم سربي لإدارة مباراة الأهلي وبرامدز عمره 42 سنة حصل على الشهرة الدولية منذ سبع سنوات من 2012 ما يقارب 2012، احنا خلاص 2019 الحكم السربي بيشتهر برفع الكروت الصفراء في المبارايات تمام أدار 229 مباراة في إجمال المسابقات أشهر خلالها 1044 بطاقة صفراء و22 بطاقة حمراء أدار عدة مباراة بالدوري السعودي منها حكم ساحة ومنها حكم رابع يعني عنده فكرة هو الراجل رفع 8 كروت في مباراة واحدة وهي الهلال والفيصالي السعودي بدوري المحترفين منهم كارتة أصفر لصالح جمعة شارك فيه الطاقم التحكيمي كحكم مساعد إضافي في نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد وليفربول مايو الماضي في اللقاء الذي قضاهه السربي مازيج ده الحكم أصر بأدار عدة مباراة بالدوري السعودي منها حكم ساحة ومنها حكم رابع شكرا للمشاهدة